بسم الله هنتكلم في الفيديو دوت عن الدرس التاني من الوحدة الاولى وهي درس الطبيعة الموجية للضوء ما تنسوش ان دعمكم لينا بالشير واللايك والسبسكرايب بيشجعنا جدا ان احنا نكمل شرح باقي تفاصيل منها كله طيب الدرس التاني بيتكلم هل بعد ما عرفنا ان الضوء عبارة عن اشعة بتصير في مسارات مستقيمة وكل الحاجات اللي قلناها في الدرس الاول هل الدوء ليه طبيعة موجية يعني ايه تعالوا نتخيل مع بعض هو فيه طبيعة تانية اه عندنا يا اما طبيعة جسيمية يا اما طبيعة موجية الطبيعة الجسيمية ديت يعني انا مش متخيلها يعني ايه الفرق ما بين الاثنين دلوقتي لو انا عندي زي حيطة كده هستقبل عليها الدوء طيب ولو انا تخيلت ان الدوء دوت ليه طبيعة جسيمية يعني ايه يعني هتخيل ان الدوء اللي انا هسلطه من كشاف هنا مثلا عبارة عن شوية كور وراء بعض حلو طيب امتى هلاحظ الطبيعة الجسيمية لو انا جيت حطيت حاجز قدام الدوء ده وتعالى نشوف ايه الفرق ما بين الطبيعة الموجية والطبيعة الجسيمية طيب الطبيعة الجسيمية ديت يعني لو انا تخيلت ان الدوء ده عبارة عن كور وراء بعض وبالتالي مش هيعدي غير الكور ديت يعني لو انا شخص واقف هنا وراء الحاجز ده مش هيوصل لأي ضوء طيب امال ايه الطبيعة الموجية الطبيعة الموجية تخيل كده وانت واقف على البحر لما بتلاقي الموجة جاية بتبقى عبارة عن خط مستقيم كده لما يبقى فيه مثلا صخرة على البحر ايه اللي بيحصل الموجة دي بتقوم لفة حواليها وبتلاقي ان انت اتكون لك موجات فبتلاقي البحر في الاخر الشط الموج عامل عليه موجات كده فافهم من كده ان لو انا تخيلت ان الدوء ده عبارة عن موجات وبالتالي لما هتيجي تقابل الحواف ديت او الحاجز ده هتقدر تعديه وتنتشر بعده يعني ايه يعني لو انا واقف هنا وراء الحاجز هلاحظ ان انا هيجي علي ضوء عادي فتعالوا نشوف العلماء لما عملوا التجربتين دول او التجربة ديت ان انا جيت فتحت كشاف حطيت قدامه حاجز وقفت وراء الحاجز دوت هل هيجي علي ضوء او لا لو ما جاش علي ضوء يبقى ضوء زو طبيعة جسيمية بس لو جي علي ضوء يبقى ضوء ليه كمان طبيعة موجية طيب هو ايه اصلا اللي اصار التساؤل ده عند العلماء في عالم لما شاف الضل بتاعه على الارض فقال لو الضوء دوت عبارة عن جسيمات فالجسيمات دي المفروض هتخبط فيها اللي هيخبط فيها مش هيعدي واللي هيخبط هيعدي فالمفروض ان انا هشوف شكلي على الارض بشكل واضح اكتر ولكن زي ما احنا شايفين ان حواف الظلال بتاعة الجسم غير واضحة يبقى اول ملاحظة ان الحواف بتاعة الظلال بتاعة الاجسام ما كانتش واضحة فدوت خلهم يشكوا شوية ان لو الضوء كان زي طبيعة جسيمية كان المفروض يكون لي ظلال واضحة اكتر طيب ايه تاني في عالم ام جايب زي قلم كده وجاب حيطة وقام مسلط شعاع ضوء على الالم ده المفروض ان لو الضوء ده ليه طبيعة جسيمية بس هيحصل ايه الجسيمات اللي هتخبط في الالم ده مش هتعدي والجسيمات هتعدي من جنبه هتعدي وبالتالي المفروض يظهرلي على الحيطة ضل للالم عرضه قده عرضه بالزبط لان الضل ده عبارة عن جسيمات معدتش او ضوء معداش فايه ضوء اللي مش هيعدي اللي هيخبط فيه بس ولكن اللي ظهرلي ايه ظهرلي ان الضل بتاعه كان اعرض من الحقيق فاستنتج من كده من الملاحظتين دول ان الضوء بيحصل له حيود يعني ايه حيود يعني جيه عند الحفة بتاعت القلم ده وبدل ما مايعديش بس لأ ام خابط وام منحني وبالتالي ظهرلي الجسم ده ضله اعرض من الضل العادي مش احنا ساعات لما بنفتح الابجورة كده واحنا الدنيا ضل ما احط ايدي قدامها بلاي ايدي كبيرة جدا على الحيطة فاللي بيحصل ان بيحصل حيود من الضوء حوالين الجسم طيب فمن الملاحظتين دول قلنا يبقى كده العلماء شافوا ان فيه ظاهرة بتحصل اسمها ظاهرة الحيود ايه هي ظاهرة الحيود هي انحناء الضوء حول حافات الاشياء انحناء الضوء قليلا حول حافات الاشياء طيب زي ما شوفنا ان الحيود دوت هو صفة مميزة للموجات يعني الجسيمات ما بيحصل لاش حيود اما هتعدي اما مش هتعدي لكن اللي بتعدي وتنحن ديت دي بتحصل في الموجات بس فاللي كان عايز يثبت ده واحد اسمه هايجنز عمل ايه هايجنز دوت كان عايز يثبت النموذج الموجي للضوء عشان يفسر ظاهرة الحيود اللي العالم اللي قبله اكتشفها طيب هايجنز ده قال ايه قال يا جماعة اللي هنعتبره واللي بيحصل فعلاً اللي طلع مطابق للمشاهدات ان احنا هنعتبر ان موجات الضوء بتصير بتصير في خطوط مستقيمة كده ولكن اللي انت شايفه خطوط مستقيمة ده هو جواه او مقدمة الموجة بيوجد عليها مصادر نقطية لا نهائية او موجات ثانوية عددها لا نهائي عدد لا نهائي من المصادر النقطية بيكون المقدمة بتاعة الموجة دي طيب وبعدين وقال ان بتنتشر هذه المويجات يعني ديت موجة الضوء موجة الضوء ديت بتتكون جواها من مويجات صغيرة او عدد لا نهائي من المصادر النقطية بتنتشر المويجات دي في جميع الاتجاهات وكلها خلف بعض ماشي طيب ايه اللي هيحصل بقى اللي هيحصل ان لما انت تبدأ تحط حاجز قدام الموجة دي تعالا نشوف ايه اللي هيحصل الموجة دي يتمشي عادي وقلنا ان هي تحتوي على عدد لا نهائي من المصادر النقطية او المويجات الصغيرة ففي جزء منها هيتحجز ولكن تعالوا نشوف الجزء اللي عند الاطراف او عند الحواف ده ايه اللي هيحصل له هنلاحظ ان الموجات اللي عند الحفات ديت هتكتاز الحفات وهتبدأ تنحني يعني بدل ما كانت مستقيمة كده هتيجي عند الحفة دي وتبدأ الموجات ديت تبان وهتنتشر الموجات الكراوية السنوية اللي تكونت بعد الحفة ديت موجات بشكل موجات كراوية كده وبالتالي لو انت جبت حيطة او حاجز ورا هتلاحظ ايه هتلاحظ وصول الضوء لاماكن ورا الحاجز فمعنى كده ان حصل حيود للضوء وبالتالي الضوء لطبيعة موجية يبقى مبدأ هايجينز قال ان النقط اللي موجودة على مقدمة الموجة ديت نقط او مصادر سنوية او مويجات سنوية بتنتشر في جميع الاتجاهات كلها ورا بعض ولما بيبقى في حاجز بتنتشر الموجات المويجات اللي تولدت ديت من اي نقطة من نقاط هايجينز سمى النقاط اللي هو تخيلها ديت او اثبتها بعد كده نقاط هايجينز وبعد اما بتكتاز الحفة بتنتشر على شكل مويجات كروية فالظاهرة اللي حصلت ديت هي ظاهرة الحيود وديت ظاهرة موجية يبقى احنا كده اثبتنا ان الضوء لطبيعة موجية طب ايه كان فايدة يعني ان انا اثبت ان الضوء ليه طبيعة موجية ياه ده ليه فوايد كتير زي ايه مثلا بعد كده العالم نيوتن كان لسه ما وصلوش الخبر ده طب وهو كان عمال يلعب في المعمل بتاعه حصل ايه امجايب منشور المنشور الزجاجي ده عبارة عن حاجة زي ازازة كده مسلسة واسقط عليها ضوء ابيض من ناحية فاكتشف ايه او لاحظ ايه لاحظ ان بيطلع من الناحية التانية للمنشور الوان بترتيب منتظم طلعا من الناحية التانية فاستغرب جدا وقال انا هفصر يا جماعة اللي حصل دوت ان الضوء ده زو طبيعة جسيمية فالضوء دوت عبارة عن جسيمات الجسيمات ديت اول لما تتنقل من الهوى للازاز بتتفاعل بشكل متفاوت وبالتالي كل جسيم من دول هيتفاعل بشكل متفاوت ويبعد عن التاني فيطلعوا بصورة عشوائية كده طيب فطبعا بما انه عالم فما ينفعش يقول الحاجة ويسيبها لازم يثبت كلامه فقال ايه؟ قال بما ان انا فصرت اللي حصل ده بالطريقة دي فالمفروض ان انا لما حط منشور تاني قدام الاشاعة اللي طلعت ديت هستنتج ان الجسيمات ديت هتنتشر بشكل عشوائي اكتر وبالتالي المفروض يطلع لي ان الطيف اللي هيطلع من ناحية التانية ده هيبقى بشكل عشوائي بدرجة اكبر لان انا اصلا مقتنع ان هي جسيمات وبتتفاعل بشكل متفاوت وبالتالي لما حط كمان منشور فهيزود التفاوت ده او العشوائية ديت فكان متوقع ان لما يحط منشور هيطلع له بالمنظر ده ولكن النتيجة كانت مختلفة ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان لما حط منشور تاني قدام الاشعة اللي طلع من منشور الاولاني طلع له الضوء اللي بيض تاني فقالي يا جماعة انا كده خلاص مش عارف افسر اللي حصل ده ولكن اللي هفيد بالبشرية ان الضوء اللي بيض يتكون من طيف منتظم من الالوان ولكن لانه كان بيعتبر ان الضوء ليه طبيعة جسيمية فما عارفش يفسر ليه الضوء ليه طيف والطيف دوت بيتكون ازاي؟ طيب بعد كده لما جات هايجنز بقى واكتشفوا ان الضوء ليه طبيعة موجية فتعالوا نقول لنيوتن اللي حصل معاك ده كان سببه ايه؟ يعني تفسير النموذج الموجي لتحلل اللون الابيض وتكون الطيف احنا بنقول اثبتنا ان الضوء لطبيعة موجية واي موجة في الدنيا ليها طول موجي وتردد يعني ايه؟ هنقول الكلام ده بالتفصيل المرة الجاية ولكن خلينا دلوقتي بنقول ان الطول الموجي ده هو المسافة ما بين كمتين متتاليين او قاعين متتاليين والتردد هو عدد الموجات اللي بتحصل في الثانية طيب فبنقول ان الضوء ده عبارة عن موجات كتيرة جدا مختلفة فيه الطول الموجي والتردد طيب والعلماء اثبتوا بعد كده ان الضوء المرقي يعني الضوء اللي عينينا بتشوفه احنا عينينا ما بتشوفش غير نطاق معين من الاطوال الموجية ايه هو؟ نطاق من طول الموجي 400 نانو متر اللي هو بتاع اللون البنفسيجي ده اصغر طول الموجي ممكن نلاحظه يعني لو فيه طول الموجي اقل من كده احنا عينينا مش هتشوفه واكبر طول الموجي هو الطول الموجي بتاع اللون الاحمر اللي هو 700 نانو متر يبقى الضوء المرقي بيتراوح نبين 400 نانو متر وده بتاع اللون الازرق و700 نانو متر ده بتاع اللون الاحمر طيب فلما الضوء بيبدأ يعد الحاجز دوت ما بين الهوى والزجاج بيحصل ايه؟ بيحصل ان كل موجة من موجات الضوء دي يعني انا دلوقتي متخيل ان الضوء دوت عبارة عن موجات مختلفة في الطول الموجي والتردد اللاحمر اكبرهم واللازرق اقصرهم طيب فلما بيبدأ يعدي لحد الفاصل من الهوى للزجاج بيحصل له ايه؟ بيحصل ان كل موجة من دول بتنحرف بشكل مختلف عن التاني او بنسبة مختلفة عن التاني فبنقول ان الضوء اللاحمر مثلا هيطلع كده والضوء اللي ازرق هيكون انحرفه كده طيب ايه اللي بيحصل لما بحط منشور تاني قدامهم؟ الموجات دي كلها بيحصل لها عكس اللي هي مرت بيه في المنشور الاولاني وبالتالي كلها بتتجمع مع بعض وبيطلع لي اللون اللابيض تاني يبقى الطبيعة الموجية او النموذج الموجي للضوء فسر تكون اللون اللابيض من طيف منتظم من الالوان طيب يبقى الكلام اللي احنا قلناه ان في عالم لاحز ان الظلال كانت غير واضحة ولاحز ان لما حطت صاق في غرفة مظلمة كان الضوء بتاعه او الضل بتاعه كان اعرض من الضل المتوقع فلاحز ان بيحصل حيود للضوء جي هايجنز وقام فسر دوت زي ما قلنا بعد كده جي نيوتن واكتشف اكتشاف ان اللون اللابيض بيتكون من طيف ولكن ظن ان جسيمات الضوء تتفاعل بصورة متفاوتة مع الزجاج اللي تكون الطيف وده اعتمادا عن نموذج الجسيمي اللي تم رفضه لاحقا طيب فهو استنتج بس ان اللون اللابيض مكون من عدة الوان وفيه خاصية اخرى للضوء هو لسه ما كانش عارفها هي اللي بتسبب تحلل الضوء فاحنا جينا نعرفه ان بنقوله ان النموذج الموجي هو اللي فسر ده النموذج الموجي بيقول ان الضوء المرقي للانسان بيتراوح ما بين ربعمية نانو متر الى 700 نانو متر الاطول اللي هو 700 اللي هي موجة الضوء الاحمر والاقصر اللي هي موجة الضوء البنفسي فلما بيعبر الضوء اللابيض الحد الفاصل من الهوى للزجاج ويعود مرة اخرى للهوى فايه اللي بيحصل الطبيعة الموجية للضوء بتسبب انحراف كل لون من الالوان وانكساره بزاوية مختلفة ونتيجة الانحراف غير المتساوي ده فكل لون بيبعد عن بعضه بعد ما كانوا كلهم دخلين حزمة واحدة كده يعني ده كده اللون اللابيض انت متخيل جوان لمجموعة كبيرة جدا من الموجات دخلوا هنا كل واحد انحراف بشكل مختلف وبالتالي طلعوا لي مبتعدين عن بعض وبالتالي شفتهم طيف اتمنى يكون الدرس النهاردة مفهوم ولو عندكم اي استفسار ابعتوا لما